تلقى فخمة رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن ركز هذا الاتصال على الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع في ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت حيث أعرب رئيس بايدن عن الشكر والتقدير لموقف مصر وفخمة رئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاتصال أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة والتحول إلى نهج إحياء مصار السلام على أساس حل الدولتين التين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان ترجمة نانسي قنقر